إذن متبعاً كلام كما كان متوقعاً نظام حضرات الجزائر الذي دخل في أزمات مع كل دول المنطقة يفشل أحد المشاريع اللي كان يراد منه أن ينافس المغرب وينافس مشروع مغربي دخم وهو مشروع أنبوب الغاز المغربي النجيري فكما تعلمون نظام حضرات الجزائر كان يريد أن يقوم بمشروع مماثل مع النجيريا عن طالق تمديد أحد الأنابيب من نجيريا وصولاً إلى حضرات الجزائر وهذا الأنابيب سيمر من النيجر والنيجر هنا مربط الفرس المسابعين الكرام لأن النيجر اليوم في أزمة ديبلوماسية مع نظام حضرات الجزائر والنظام حضرات الجزائر هو الذي افتعلها هذه الأزمة الدبلوماسية بالغباء وعن طريق هذه الأزمة الدبلوماسية يتم إفشال هذا المشروع مشروع أنبوب الغاز النيجيري الجزائري ونقرأ أحد المقالات المسابعين الكرام التي تقول بدأت بوادر أزمة سياسية وديبلوماسية تلوح في الأفق في العلاقات بين الجزائر والنيجر حيث قامت النيجر في الأيام الآخرة عن رفضها لأسلوب نظام حضرات الجزائر الذي يقوم بإلقاء المهاجرين سواء كانوا نيجيريين سواء كانوا من جلسيات أخرى يقوم بإلقائهم في الحدود النيجيرية ووصفت النيجير هذا الأسلوب بأنه غير ودي وعلى إثري استدعاء النيجر لسفير الجزائر يوم الأربعة للاحتجاج على أسلوب طرد بلاده للمهاجرين في حضارة الجزائر أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أمس أنها أيضا ردت بدورها باستدعاء السفير ديال النيجر في الجزائر وتشير هذه التطورات وفق مهتمين بالمنطقة إلى وجود تصدع كبير في العلاقات النيجيرية الجزائرية منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام محمد بازوم وتغيير نظام الحكم في نيامي حيث يقود البلاد حاليا نظام عسكري وهو نظام لا يبدو أنه ينظر إلى العلاقات مع الجزائر بنفس الطريقة الودية التي كان عليها نظام بازوم مما يطرح العديد من علامات الاستفاهام حول طبيعة العلاقات التي ستجمع البلدين في الفترة المقبلة طبعا الحال مسألة واضحة جدا هناك أزمة ديبلوماسية هناك تصدع كبير في العلاقات والمجلس العسكري في النيجر لا يبدو أنه سوف يقوم بالسكوت عن التصرفات للنظام حضارة الجزائر التي تؤثر سلبا على دول المنطقة ويتوقع مراقبون أن تؤدي الخلافات في النيجر بسبب هذه القضايا إلى التأثير على مجملة العلاقات من بينها العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في النيجر ومن أمبرزها مشروع عنبوب الغاز الذي تسعى الجزائر لإنجائه انتلاقا من نيجيريا وعبورا من النيجر قبل الوصول إلى الجزائر وهو مشروع أراد النظام الجزائري أن ينافس به مشروع عنبوب الغاز المغربي النيجري وشهد هذا المشروع الجزائري منذ الانقلاف في النيجر من الشهور الماضية توقفا نتيجة للأوضاع في البلاد ولم يصدر عن الجزائر أو نيجيريا أي بلاغ رسمي بشأن التطورات في هذا المشروع داخل التراب ديال النيجر في الوقت الذي تتحدث فيه تقارير إعلامية دولية عن احتمالية تعثر مش احتمالية تعثر هو تعثر أخلاص مش هدهب أدراج الرياح هذا المشروع بسبب الاضطرابات في النيجر وعلى الحدود بين البلدين وتشدر الإشارة في هذا السياق أن صحيفة إسبانية متخصصة في الاقتصاد قد قالت في تقرير نشرته في نوامبر الماضي أن الاضطرابات التي تعرفها المنطقة ومنطقة الساحل تمنح الأفضل لمشروع انبوب الغاز المغربي النيجيري على حساب المشروع الجزائري الذي يعبر دولة النيجر التي شهدت مؤخرا انقلابا عسكريا على نظام محمد بازون وهي مسألة واضحة صراحة مشروع انبوب الغاز المغربي النيجيري يمر من دول مستقرة يمر من دول مؤمنة يمر من دول هي دول غرب إفريقيا في نهاية المطاف هي عند القدرة على أنها تستوعب هذا المشروع عند القدرة على أنها تحمي هذا المشروع عند القدرة على أنها تأمن هذا المشروع عند شيء علاش مشروع انبوب الغاز المغربي النيجيري ما يمكنش على أنهم ينفسوا بأي طريقة كانت ومنذ البداية منذ أن بدأ نظام حضرات الجزائر يخرج ويقول على أنه غديدير مشروع انبوب الغاز ما بالنيجيريا وحضرات الجزائر كنا نقول على أنه غديفشل علاش غديفشل لأنه يمر من منطقة غير مستقرة يمر من منطقة تسيطر عليها ميليشيات جماعات إرهابية جماعات متطرفة يعني جماعات مسلحة ولدرجة على أنه شركات صينية كانت تريد الاستثمار في المشروع تمويل المشروع في حقيقة الأمر انسحبت من هذا المشروع علش انسحبت من هذا المشروع لأنها رأت على أنه مشروع بدون جدوى رأت على أنه مشروع مغاديشي في داع رأت على أن هذا المشروع فاشل بامتياز فانسحبت فاضطر النجيريون ضطرت نجيريا على أنها تقلب على تمويل 12 مليار دولار وما لقاوشها تمويل 12 مليار دولار لكي يمويلوا هذا المشروع انبو بالغاز النجيري الجزائري من غادي يجيبوها 12 مليار دولار فالأمور توقفت هنا إلى حد ما قبل ما يقع الانقلاف في النجير فاشو قع الانقلاف في النجير انتهى الموضوع خصوصا نحن اليوم نرى على أن النظام الجزائري داخل في أزمة ديبلوماسية خطيرة جدا مع النجير فكيفش نتدخل في أزمة ديبلوماسية مع النجير وتقوم بالتعدي على الحدود النجير والمجلس العسكري في النجير يواجهوك بقوة وطبيعة الحر رأينا الاحتجاج اللي قامت به أو اللي قام به المجلس العسكري ديالنيجر ضد السفير ديال حضارة الجزائر نظام حضارة الجزائر بلص أنه ما يهد الأمور وما يلقاش تخريج اللي هي سليمة بداي يدير فيها عزة نفسي ومشاهدوا الصدع السفير ديالنيجر وعمقوا الأزمة الديبلوماسية وأنا أتوقع على أنه في المستقبل نظام حضارة الجزائر ستقطع عليه العلاقة الديبلوماسية مع مالي ومع النيجر بجوش مع مالي ومع النيجر لأن هذا التصرفات التي يقوم بها نظام حضارة الجزائر هي تصرفات غمية لا ديبلوماسية ولا عقلانية ولا مضروسة ولا مخطط لها ولا محزنون نظام حضارة الجزائر والديبلوماسية اللي يتصرفون وفق رد الفعل ديبلوماسية ترد الفعل ما normale ديبلوماسية عند العقل قد تقول لو دي عندي واحد مخطط ديبلوماسية سنخدم عليه وسننفعله واشنال هذا المسألة شونا مع المسألة الى تلك العقارات مسألة العقارات الصفارة الجزائرية في الرباط للمغرب المزاعد الملكية نظام حضرات الجزائيل كيف تصرفها؟ تصرفها بمبدأ رد الفعل لا يوجد أي شيء وقال تفاوض مع هذه المسألة ووافق على هذه المسألة وكذا 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 لا، لا يوجد ضيحة ومهزلة لريوسهم كيف تراجعوا عن تلك التعديدات؟ كيف تراجعوا عنها في اليوم الموالح؟ لاetrى كيف تراجعوا عن مغاربة من مواقع التواصل الاجتماع؟ بل screw 4 وكذا الongoترد على مئت أو لن يزال الغواج وهو وزارة الخارجية تتعامل مع الدول والدبلوماسية الدول ماشي مع أشخاص في مواقع التواصل الاجتماع وذا يدل على شيء فهو يدل على مدى الانحطاب للوزارة الخارجية الجزائرية والديبلوماسية الجزائرية في نفس الوقت على كله خلاصة الموضوع خلاصة الموضوع هنا مشروع عمبو بالغاز النجيري الجزائري انتهى بح ذهب إلى غير راجعة بسبب الخبائد نظام حضرات الجزائر هم كانوا يريدون أن ينافسوا مشروع عمبو بالغاز المغربي النجيري فلم يستطيعوا وفشلوا فشلا ذريعا لدرجة أنهم اليوم داخلين في أزمات مع كل دول المنطقة أما مشروع عمبو بالغاز المغربي النجيري فالأشغال فيه أو لنقول المخطط ديالو هو أفضل من المتوقع كان من المفترض على أن البناء ديالو غد يبدأ في 2026 فإذا بالتصريحات الرسمية سواء من نجيريا سواء من المغرب تقول على أن البناء ديالو الرسمي غد يبدأ نهاية هذه السنة نهاية 2024 وهذا بطبيعة الحال أفضل مما كان متوقع فشتان بين مشروع ما هو مخطط له أفضل من المتوقع وما بين مشروع فاشل غبي غير مخطط له وما عرفوش كيف سيدلوا له ففي نهاية المطاف أنتم كتفوا النتيجة متابعين الكرام مراكم في فيديو قادم